قضية الهاوي المغربي شفيق نيبو مقتصرة على ما قاله عن الفنانة المصرية شيرين التي قال إنها كانت مجرد كورس معه في الفرقة ولا كونه قد تعرض لاستهزاء والسخرية من لجنة تحكيم أرب أيدل وخصوصا من أحلام وحسن الشافعي بل أصابت سهامه باتجاه شيرين والبرنامج اسما كبيرا هو الموسيقار ونقيب الموسيقيين المصريين الراحل حسن أبو السعود متهما إياه بسرقة موصوفة ما أثار نقابة الموسيقيين ليأتي الرد عبر أكثر من مصدر نقابي بتحميل المسئولية ليس لنيبو بل لعضو لجنة التحكيم حسن الشافعي كما لم يسلم راغب عليم أيضا من الهجوم فما هي الحقيقة وماذا سيقول نيبو هذه الليلة وما سيكون رد المصريين عليه ترقبوا بعد هذا التقرير موسيقى حلقة جديدة من استهزاءات لجنة تحكيم محبوب العرب أرب آيدل والتي لم تنتهي مع انتهاء الموسم الأول بالرغم من الانتقادات التي طالت الضحية هذه المرة هو الشاب المغربي شفيء نيبو الذي دخل مجال الفن في سن مبكرة إلا أن الحظ لم يحالفه فاعتزل من ثم شارك في أرب آيدل في بداية مشواره الفني كان لدى نيبو فرقة يقول إن شيرين كانت في كورسها الأمر الذي تلقته لجنة التحكيم في أرب آيدل مثل لبنان مثل نيو تيفي هذه القناة المناظلة والدافع عن الحق وجيت من المغرب والجهة الكتاحية من كل الشعب المغربي الله يخلي شمالا إلى صحرائنا أمازيغ وعرب وصحراويون كلهم كل من أيد اللي جابنا عندك الجمهور الناس والأجمل كله قال صوتي حلو مع أني ما غنتش بأداء جيد جدا لأنه كنت متوتر بعض ضحاقات الصخرية ضحاقاتهم الصخرية موجودة في دينتي بعد موجودة قبل ما أدخل تهكمات شارب النمور اللي هو من إدارة الإنتاج مع المنتج ذاكي جدا حسين جابر يتكمش في الجاكات في البذلتي ونوع من التذليل قبل دخول إلى الستوديو تصور وقفني حشيك قدام كيس الزبالة بالريسبشن عشر دقائق وأحلام ميكوب 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 بصوت عالي وقالت هذا اللي رح نعمل فيه المقلب وسمعتها على بعد مسافات ودخلت الستوديو قلت يا رب وقف معايا ودخلت دقيقة صمت كلهم يتطلعون فيه كأنه شافوا شي عجيب طلع بنفسي لابس شي غريب وقفتي مش طبيعية بلشت أحلام حكينا عن حياتك خبرت وفي الكواليس أمرني المنتج قال لي إذا بدك تفوت في بلورنامج لأن التصوير مفكرين مشاهدين أنه التصوير في المغرب التصوير كله في لبنان والكاستنج اللي فات في المغرب كان اللي متحني هو المنتج حسين جابر بس بنكتب السيرة الذاتية السيرة الذاتية إنه شو عملت شو شاركت شو عملت أعمال كذا 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 قال لي وقلت له إنه قال لي لي ما شاكسه برامج قبل قال لي كان في ذي فويس عندكم بالإم بي سي ولكن لا أستطيع المشاركة قال لي ليش قال لي ما بتفوت براسي إن وحدة كانت كورال عندي بتجي تمتحني في يوم من الأيام مش انتقاس منها أنا كورال شيرين صوت جميل جدا والجميع بس يمكن الشخصية ما باتفقش معها تنكر ما تنكرش يعني هيدا شغلها أنا الطريقة اللي اتعرفت عليها مش مباشرة عن طريق متحة خميس اللي كان خطيبها في هذه الفترة ومتحة خميس أنا اللي اكتشفته أو أنا مش أنا اللي اكتشفته اكتشفه حسن أبو السعود وكان عم بيعمله أغاني مسلسلات تصويرية كذا 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 وحسن أبو السعود كان رافض يعطي الغنيه للمتحة خميس اللي بيعطيها لموزع كبير بيني وبين نفسي قلت أعطيها الشاب أحسن يشتغل من كل قلبه لأن بعض الموزعين في مصر خلينا في عرب أيضل بعتدل مش عرب أيضل هذا عار أيضل فرق بين العرب العرب عندنا قيم وشيم وعندنا أخلاق وعندنا إنسانيات هذا الكلام على مسؤوليتك الشخصية لا نتبناه ولا نتحمل أي مسؤولية عرب أيضل مشيت ثاني أيام العيد الأضحى في المغرب جاي من مدينة النضور 750 كم بعيدة عن الضال البيضاء اصطبحت فيه وعطاني الكارت ودست في البرنامج في الامتحان الساعة الثانية مساء امتحني غنيت لت أغاني سكت قلت له نمشي ولا نجحت قال لي أكيد نجحت رح تسلم عليه بإيدي قال لي أنا ما بسلم بالإيد يعني أصافحه نجحت قال لي لا أنا ما بسلم بالإيد قلت أوكي اللي كان معه ما بعرفش اسمه أعطاني ورقة تبعى أرى أي ضل قل دم الكاميرا هاي أنا نجحت بيروت ما عملت نفسه اللي عمور ريأكشن ما تصرفت هيك قلت أنا بحترم هالشاشة الام بي سي شاشة كل العرب ولهذا جئت لأشترك وشكرا على اللجنة الكريمة أنها أنصفتني وعطتني حق المشاركة بعد شهر رحنا لبيروت ليتم التصوير هناك بأحد الفنادق بالكاسليك أو بجونيه شنو أقول لك في الكواليس قمة الاحتقال للمشتركين مثل البهاي محشاك بيتصرفوا معنا الأكل جد رديء المعاملة جد رديء أناشفة الأسلوب غير حضاري كان في أصوات جميلة تعدوا المرحلة الأولى والثانية ما نعرضتش فقرتهم بالأرب أيضا إن شالت مثل المشتركة عايدة إن شالت طب يا حبيبي إذا هالأصوات ما بيعرفوا شيء غالنوا اللي بتجيبوهم من المغرب ولولهم باي 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 ببلادهم اللي بتجيبوهم من المغرب على لبنان وحضروا عشر قطع ملابس واللي ما عندوش إمكانيات ما هو دي حرام ما بدهم فرصة بدهم منتج بدهم حدا يتبناهم ليه ليه كل هالأسلوب هل لأنك عندك إمكانيات وعم تنتج برنامج أنت قلت غنيت لأم كلسوم لسيدة أم كلسوم وما حطوا لك الأغنيين بتعرف ليش لأنه عم غني وأحلام عم تضحك بالنص عم غني وأحلام تضحك بالنص وأنا أتحداهم إذا تنفعت شي قضية أو شي دعوة يعرضوا بالكامل اللي صار بالكواليس من كل الكاميرات من كل الجوانب كيف تم الكواليس وجيبوه خابير منتاج في شي حدا عاقل إنسان عاقل يتكلم لوحده يجيب سيرة شيرين أنا شو بيني وبين شيرين ما هو اللي أصر ما هم اللي استفزون يحتقرون لليش مغربة إنه تكون وراه كرال شيرين شو شيرين خليفة أمو كلثوم أو بنتها للملك فاروق مثلا إنسانة مصرية عندها موهبة وعندها صوت حلو لقيت شركة إنتش تتبناها وأنا نمشيت صرفت فلوس في مصر وانسرقت هاي دي كلمة انسرقت أيمي عليك لإيامي هلأ في عصر لأنه أنت نمسيت بشخصية يا لطيف ليش يا لطيف يا لطيف شو هال الإعلام المزوج هالشاشة الغشاشة بيتبين الناس بسرعة يعني بيكونوا بالكواليس شي وقدام الشاشة ملاك حسن أبو السعود أنا سمعوني كل أصوت كلمة الكبار بمصر ملحنين حلمي بقر ما رضي يسمع صوتي وذا بيتذكرني من زمان رحت بيته قال لي بقولك إيه ما تغنيش رجع بلدك ومش عايز أسمع صوتك عشان فيه هنا حيتان حتكلك أنت شعن بيقول بركي إنه ما فهمت في سن مراهقة عندي طموح محمد ضياء الدين قال لي أنا بعمل لك أغنية وبيتكلف كذا طيب ما هي الأغنية اللي غنيت لأنه يمكن في ناس هلأ ما سمعت صوتك أعطيني بس مقطع صغير لنشوف هذا الشخص اللي رفضو يعني اللي رفض بأرب آيدل هل هو كان يستحق أن يكون في أرب آيدل أو لا أنا حتى من الناس اللي ما سمعت صوتك عم بسمعوا اليوم لأول مرة أنا رح غني لك شي تاني هيد مصاج لسيدة أحلام اللي اللي مبينة بالشاشة مثل الملاك وهي عملتلي بكل قمة الحقارة والإحتقار بدنا 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 نلتزم شوي كمان الكلام والصفات اللي بدنا نوجهها للناس أحلام فناني كبيري على مستوى العالم العربي أنا ما إتلائلها أنا قلت كيف تصرفت معي كلمة حقارة يعني أنا احتقرتك ليس هي حقارة هي احتقرتني طيب هي احتقرتني أنا بفضل غنية كنت لسيدة أم كلسوم وصفون الصب لقيتو خالو كلام في الحب كلام في الحب يا دوب يا دوب إنقال أهرب من روحي أروح على فين ليالينا الحلوة في كل مكان مليناها حب إحنا لتنين وملينا الدنيا أمل وهي تضحك بصوت عالي كيف بدك في الغنية وهي بتضحك بصوت عالي كيف ما أنا إنسان عندي أحساس ومشاعر وكله تحضير للتوتير أنا لأنصفون الناس غنيت خمسين بالمئة من أدائي لأغنية فيروز ومش جاي غني حبيبي وهشك بشك الوطن العربي عم بيموت عم بيحترق جاي تغني للبنان كان مفهولتهم معنا اتصال شباب الاتصال جاهز طيق